اشتركوا في القناة لا تزال بلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المؤثر علينا ويضا مؤثر على شفل الجزيرة العربية الليلة أجوانة حارة إلى حارة نسبيا مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى محتجة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة ودرجات الحرارة متوقع على المناطق الساحلية متفوتها ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية بالنسبة للمناطق الغربية السالمي الشقاية 30 درجة مئوية باتر الظهر طق شديد الحرارة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية إلى متغلبة الاتجاه خفيفة إلى معتجة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كم في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقع في مدينة الكويت 44 درجة مئوية لحمد بالخيران 43 درجة مئوية جمعا للشمالية و4 بابيان فيلتها ما بين 42 إلى 48 درجة مئوية الأجوال البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة جيدة لممارسة أي نشاط بحري وأيضا للحداقة مواقيت بذن الله على حسب توقيت المحلي في مدينة الكويت موعدة دان فجر في الساعة الثالثة و54 دقيقة شروع الشمس في الساعة الخامسة و18 دقيقة بالنسبة لغروف الشمس في الساعة السادسة و25 دقيقة طقس المتوقع خلال 5 يام القادمة إن شاء الله في مدينة الكويت تدام من يوم الغد حتى يوم الخميس طق شديد الحرارة وارطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية مع رياح شمالية غربية إلى متغلبة الاتجاه قد تصل سرعتها إلى 32 كلمتر في الساعة درجات الحرارة أعزال مشاهدين متوقع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 49 درجة ميوية بالنسبة للصورة ما بين 29 إلى 30 درجة ميوية يومي الجمعة والسبت تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى متاجة سرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كلمتر في الساعة أعزال مشاهدين نشكركم على حسن المتابع والآن مع درجات الحرارة حول آسم العالم